نظراً للأهمية المتزايدة للترجمة في جميع ميادين النشاط الإنساني أقامت الهيئة العامة السورية للكتاب وبمشاركة جامعة دمشق والمعهد العالي الترجمة واتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين ومجمع اللغة العربية في دمشق مؤتمراً صحفياً لمناقشة الندوة المزمى عقدها في 30 من شهر أيلول لعام 2017 والتي تحت عنوان الترجمة في سوريا فعالية هذه لإطلاق الندوة السنوية للترجمة التي ستعقد في 30 أيلول في العام الجاري هذه الندوة مخصصة لبحث مشكلات الترجمة في سوريا والحلول التي يمكن أن تقترح لها وهذا مؤشر على أهمية الترجمة في حياة البلد التنموية وتطوير البلد وتحديثه وهذا تقليد سنوي أيضاً يقام كل سنة في مناشة عالم الترجمة في 30 أيلول ونحن حريصون على أن يستمر هذا التقليد في حياتنا الثقافية الترجمة كما تعرفون هي جسر التواصل مع العالم كله ومع الثقافات الإنسانية وطبعاً هذه الندوة ستحفل بموضوعات عدة وستناقش جملة من القضايا الخاصة بالترجمة منها واقع الترجمة الحالي من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ثم مشكلات الترجمة وأنواع الترجمة وكيفية النهوض والتفاعل مع الثقافات الأخرى أيضاً ويعني ستكون هذه الندوة على غاية من الأهمية كونها ستضع أسس جديدة للتعامل مع هذه القضايا الخاصة في الترجمة يعني كل سنة نحن حريصين تكون الندوة متطورة أكثر من سنة وعليها نقاط أهم ممكن تناقش كمان أبحاث ما تطرق لأي حدا من قبله والأفضل كمان هي بمشاركة جامعة دمشق، اتحاد الناشرين، اتحاد المجمع اللغة العربية فهي كما لما تصير في تضافر وتشابك بين مختلف المؤسسات والجهات بيكون إلى صداء أكثر وأفضل يعني هي تبعد المعلومات طبعاً منوصل لشيء اللي بدنا إياه بيكون بشيء أحسن تم خلال المؤتمر الصحفي مناقشة محاور الندوة حول الترجمة والتي تركزت محاورها حول أنواع الترجمة وخصائصها وعمل مؤسسات الترجمة الرسمية والشبه الرسمية والمشكلات الواقعية للترجمة في سوريا وإيجاد الحلول لها مع دور الدوريات المتخصصة في تطوير الترجمة